كنت عايزة أروح لنقطة مهمة جداً برضو عشان الأمهات ما تقلقش إحنا قلنا إنه اللي عنده بطئة علم خلص هو يعني أو اللي هو عنده يعني بطئة علم خلص إحنا قلنا خلص هو تمام في منطقة معايا لكن صعوبات التعلم اللي عنده صعوبات تعلم بيبقى في منطقة الزكاء اللي هي المتوسطة أول علي أو أعلى من المتوسط يعني ما هوش زكاء ومش محدود لا 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 كل الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم سواء عسر قراءة أو ديس كالكيولي يعني هم يعرفش يحسب أو ما يعرفش يكتب عطلاً في حتة معينة يعني بالضبط هو لازم يكون درجة زكاءه إياه في المتوسط يعني يعني أعلى من المتوسط لكن ما هيش قليلة اللي يمكن لو أقل من كده بأوتوماتيك ما نقدرش نقول عليه صعوبات تعلم أنا كنت بكلم أخذيك في الفاصل على إنه كان في حالة يعني أنا أعرفها الولد زكي جداً مشكلة أنه هو ملوش في التعليم لا عنده كراسة ولا عنده ألم ولا هو مستعد يكتب ولا بيحفظ بس بيفهم كويس أو ده لما دخل الجامعة سقت في كل المواد فكان دخلوا حاجة ملهاش علاقة بالكتابة والقراءة والكلام ده فنجح جداً الحالة دي هل هي متقررة كتير يعني ده ممكن أمهات تدركوا أنه تقولك لأ لازم يدخل الجامعة ولازم يذاكر ولازم يكتهد ما فيش حاجة اسمها لازم بتهيلي في حالة زي كده لا هو ما فيش حاجة اسمها لازم فعلاً ولكن عشان أكون صادقة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم بيقدروا يتحسنوا هو مشكلة الطفل ده بتبقى أنه ما يقدرش يركب حرفين على بعض يعني أنا عشان أعرف أقرأ أسد لازم أحط أسد بعدين تتركب في دماغي أسد وتيجي في دماغي صورة ذهنية أنه أسد بالفوت طبير بالضبط كده يبقى أنا قريت كلمة أسد مشكلة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أنه ما بيعرفش يعمل بلندنج ما يعرفش يدخل الحرفين على بعض فهو عارف أن دي ألف وسين ودال بس دي معناها إيه ما يعرفش فما بيعرفش يركبها ويعمل المعنى مع الوقت ومع العلاج فيه كتير جداً بتبقى بيستخدموا أكتر الحواس الأخرى يعني الطفل ده محتاج أنه هو يلمس الحرف يقص قصه شوية نعمله بجلتر أو نعمله بحاجة خشنة نحط صنية مثلاً رمل بلاش كنا أيام زمن بلون صنية رز دلوقتي صنية رمل ونكتب الحرف نعمله بالسلصال هيبدأ نوعاً ما كأنه بيتعرف على الحرف ويتعرف على الدمج بتاع الحرف بطرق بحواس مختلفة بتقدر تدينا طبعاً قدرة أكتر ولكن هيبقى أنه في الأول وفي الآخر ما فيش حاجة مستحيلة أبداً كل طفل لي قدرة معينة والأم أكتر واحدة بتبقى قادرة تلقط الطفل ده وتكتشف ده وما تحطمش فيه أنت ملكش في التعليم أنت ملكش في البتاق لا أهو هذه إمكانيات بالضبط مليش في التعليم هل مليش في القراءة والكتابة يبقى حدور على حاجاتها علاقة برياضيات بالضبط مليش علاقة بالكتب والكلام ده كله يبقى حدور على حاجة براكتكل اشتركوا في القناة